إلى تحديد يوم الوطني اللي هو يوم 23 الأول أكتوبر زين تبقى مسألة العلم ومسألة نشيد الوطن لا قبل هذا ما دام حضرتك رجعت للمحورنا الأساس قبل العلم يعني هو دكتور طرح جملة من القضايا ربما ما ينطبق عليه هذا الموضوع يقول لك يعني لازم يكون الحدث يعني يحرك وجدان الناس الناس برتبطة بتاريخيا يعني يبثل جذر في ذاكرتهم لو لا صحيح نحن لما نحسب المقاييس الاستقلال يش هو بسهولة العراق دخل إلى أصبة الأمم المتحدة اللي تحققت بعض الشروط يعني تأكدوا أنه يعني بتقارير رفعات إلى أصبة الأمم المتحدة أنه العراق الآن بلد بحكومة قادرة على أن تعفظ الأمين عندها موارد ممكن أن تسير الدولة علاقاتها جيدة مع الدول الجوار وفي هذا لأنه الملك فيصل الأول مع نور السعيد بدله جهود استثنائية في هذا الموضوع يعني بشكل خاص يعني يعني الملك فيصل الأول قام بزيارة إلى تركيا والتقى كمال أتاتورك في عام 1932 أعتقد فيه حزيران أو تموز فتشي منها قبل بعد أقل من سنة يعني في هذا بالواحد 30 بـ 32 زار إيران والتقي الشاه رضا خان وحسن علاقاتها مع دول الجوار مع تركيا مع إيران كل هذا تمهيدا لأن يدخل العراق إلى حسبة الأمم المتحدة